تمكنت هيئة رقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي في العديد من المحافظات وبعرض ما توصلت إليه جهود الهيئة من معلومات وتحريات على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط المتهمين وبتفتيش مقر إداراتهم للنشاط بمحافظة القليوبية أصفر التفتيش عن ضبط العديد من المبالغ المالية بالعملات الأجنبية المختلفة تعادل قيمتها حوالي مليونين وثمانمائة ألف جنيه من متحصلات أنشطتهم